الدرس الثاني المشاركة في الحياة العامة الأهداف التعرف على مفهوم المشاركة في الحياة العامة تبين مظاهر المشاركة الوعي بالأثر الإيجابي للمشاركة على الفرد والمجتمع أتعرف النشاط رقم واحد النشاط رقم واحد أتأمل الصورة وأبين ما يوحي لي المشهد من المقترحات المذكورة أمامي قطعتين من البازل أي التركيب، لعبة التركيب هناك مجموعة جمل وعليكم اختيار جملتين مناسبتين لكل قطعتي بازل الجملة الأولى القوة في الاتحاد الجملة الثانية الحياة العامة مثل اللعبة لكل فرد دوره الخاص فيها الجملة الثالثة لا خير ولا بركة في الحياة المشتركة الجملة الرابعة أنا قوي وحر ومسؤول وفي غنى عن كل مساعدة الجملة الخامسة في الفرقة تشتت وتلاشي الجملة السادسة الناس في تعاونهم كالجسد الواحد أتعرف النشاط رقم اثنان اختار ما يناسب مفهوم المشاركة من الجمل التالية قد وهبني الله من القدرات والملكات ما يغنيني عن الاستعانة بالآخرين الجملة رقم اثنين احتكاك بالناس لا يجلب لي إلا المتعب ثلاث قوة الإنسان محدودة مهما عظمت وحاجته إلى من يستعين به على قضاء حاجاته ضرورية أربعة العيش في المجتمع يتطلب تقاسما وتعاونا لمواجهة صعوبات الحياة خمسة استفاد العلماء من تجارب بعضهم بعضا وشيدوا صرح الحضارة الإنسانية بالتعاون وتضافر الجهود ستة أساعد والدي في جمع تبرعات لفائدة الأسر المعوزة في حي سبعة أتطوع لمساعدة المحتاجين والفقراء لشعوري بالمسئولية تجاههم ثمانية لا أقاسم أصدقائي وجيران همومهم تجنبا للمشاكل واحتراما للخصوصيات تسعة توحد الجهود من أهم العوامل المحققة لنهضة الأمم ورقيها عشرة الأنانية والفردية معيقتان لتطور المجتمع إحدى عشر أستعين برفاقي في الحي للحفاظ على نظافته وصيانة الممتلكات العامة فيه أستنتج واحد الإنسان مدني بطبعه ووجوده في صلب المشموعات يضمن له الاستقرار والاستمرار اثنان المشاركة مفهوم جامع لجملة من القيم السامية من أهمها التعاون نكران الذات العطاء الوعي بقيمة الآخر نبذ الأنانية وخدمة الصالح العام أفهم النشاط الثالث أضع أمام السلوك المواطني المجال المناسب له لدي أربع مجالات وهي البيت، الحي، المدرسة، الوطن ولدي مجموعة سلوكيات الجملة الأولى مد يد المساعدة للمحتاجين من الشيوخ أو المرضى أو المعوزين اثنان حسن التعامل مع الجيران ثلاث مد يد العون للمحتاجين عبر مؤسسات المجتمع المدني الجمعيات الخيرية وجمعيات رعاية فئات اجتماعية خصوصية أو بشكل مباشر بين المواطنين أربع تنظيم حملة تنظيف دورية في الحي خمسة تحمل المسئولية ولو في أدوار يومية بسيطة كقضائشان ستة الالتفاف حول العائلة والاهتمام بمشاغل أفرادها سبعة احترام النظام الداخلي للمدرسة ثمانية رسم صور جدارية فيها ومضات تحسيسية بمسئولية المتعلم نحو محيط المدرسة تسعة مد يد المساعدة للأقارب وعيادة مرضاهم عشرة جمعي تبرعات لمشاريع صغيرة خيرية إحدى عشر التواصل في كنف التحضر والانتظام في كل نشاط يرتقي بالبيئة إثنى عشر التطوع وهو ما نقدمه من جهد أو مال بصفة فردية تلقائية أو جماعية منظمة وهو يعني العناية بالمحيط ثلاثة عشر احترام قواعد السلوك القويم والعادات الحميدة التي تدين بها الأسرة أربعة عشر احترام القوانين خمسة عشر تكوين لجنة حي ودعمها ومساندتها ماديا ومعنويا استنتج تظهر المواطنة في شكل ممارسة اجتماعية يومية تلقائية أو منظمة تتجل المشاركة في الحياة الاجتماعية في عدة مظاهر أهمها التضامن التطوع السلوك المدني والنشاط الجمعياتي أتفاعل وأناقش النشاط رقم أربعة أستثمر المعطيات التالية لأبني سيناريو مسرحية أتقاسم فيه الأدوار مع عدد من الزملاء في الفصل لإقناع صديق يجنحه إلى العزلة ولا يقتنع بجدوى المشاركة في الحياة العامة مزايا المشاركة والانخراط في الحياة العامة 1- تأسيس علاقات اجتماعية قوية وناجحة 2- إدراك لذة الشعور بالانتماء والشعور بأمن داخلي ثابت 3- التشبع بروح الواجب والمسئولية 4- إدراك قيمة الوقت والتنظيم والعمل 5- مواكبة المستجدات وتطوير المهارات 6- الرضا عن النفس والتوجه نحو أهداف سامية 7- نشر قيم الخير والتعاون 8- الإسهام في التغيير والإصلاح 9- الولاء للوطن سلبيات اللامسئولية والانعزال 1- عدم الشعور بالأمان 2- موت الثقة بالنفس وبالآخرين 3- غياب الطموح 4- الشعور بالضعف والعجز عن حد المشاكل 5- التفكك وتصدع العلاقات 6- تراكم المشاكل إلى درجة اليأس 7- شيوع الفوضى والفراغ المميت 5- اتفاعل وأناقش النشاط رقم خمسة 6- اقتنع زملائي في الفصل بجدوى المشاركة في الحياة العامة 7- ولكنهم اختلفوا في اختيار مجالات المشاركة 8- اجعل كل فئة تبرر اختيارها بحجج وجيها 9- المشاركة تنقسم إلى أربع مشاركات 10- المشاركة في الحياة التقافية 11- المشاركة في الحياة السياسية 12- المشاركة في حماية البئة وإرساء السلام الأخضر 13- المشاركة في الحياة الاجتماعية 1- التعايش في المجتمع يفرض الاشتراك في تحمل المسؤوليات والاطلاع بأدوار في مجالات الحياة العامة المختلفة 12- ليست محبة الوطن مجرد شعور بالولاء له والغيرة عليه إنها فضلا عن ذلك مشاركة فعلية في نهضته ووقايته من المخاطر 13- أقيم النشاط 7 14- أشترك مع زملائي في إنجاز حملة توعوية لمناهضة العنف ضد الأطفال 15- مستخدما شبكة الإنترنت في التشهير بهذه الظاهرة 16- واستنفار أكبر عدد من المناصرين للحملة 16- حملة توعوية لمناهضة العنف ضد الأطفال 17- لا للعنف 18- إضاءة 19- الناس للناس من بدو وحاضرة 20- بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا 20- أبو العلاء المعرّ 21- أتوسع 21- نوادي الشباب 22- هي مؤسسات تعمل على إتاحة الفرصة للشباب 23- للمشاركة في أنشطتها الرياضية والاجتماعية والثقافية 23- بهدف إكسابهم مهارات حياتية 24- متنوعة 25- وإعدادهم للمستقبل من خلال برامجها المتعددة 25- الكشافة 26- للكشافة العديد من المستويات 27- مثل 28- الأشبال والفتيان 29- المرشدات والجوالة 29- وغيرها 30- وتعمل الجمعيات الكشفية على تعليم الشباب مهارات الاعتماد على الذات 30- أخذ المبادرة 31- القيادة 31- المشاركة الإيجابية 32- كما أنها تعد أفضل المؤسسات المدنية القائمة على التنظيم وجودة الإدارة 33- لذلك فهي تتيح فرص الترقي وتبادل الخبرات بين العديد من الفئات العمرية 34- الأحزاب السياسية 35- هي المؤسسات التي تضع السلطة والحكم هدفاً تسعى إليه 36- من خلال تبنيها لمناهج سياسية مختلفة 37- وتسعى الأحزاب في الغالب لجذب أكبر عدد ممكن من المؤيدين لبرامجها وأهدافها 38- لذلك فهي أماكن ثرية بفكر مشاركة 39- يجب التوجه إليها واقتناص الفرصة في ممارسة الديمقراطية الحق من خلالها 39- ق cutting 30- قطة